إلى موضوع أخر بات من غير المس تبعد أن تحرم العديد من الأسر في ضمن العيدية هذه السنة وذلك نتيجة الارتفاع ملفت لأسعار الأضاحي نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف إذن هي وضعية لم تداركها أو نعم الجهات الرسمية بتوسعة المساحات الخاصة بإنتاجها الأعلاف وإنما أبقت الوضعية مستمرة على ذاتها منذ سنوات العينة من ولاية ميلا مع سوفيان بوغون حذر مرب المواشف ميلا من مغبة مواصلة تجاهل مطالبهم إزاء توفير الظروف الملائمة لنشطهم لما يشكله من أهمية قصوة في الحياة اليومية وذلك نظير الأسعار المرتفع باستمرار لاحتياجات مواشيهم فقد أثرت سلبا وضعية الجفاف إزاء توفير الأعلاف بالقدر اللازم خاصة وتزامنها مع فترة عيد الأضحى المبارك وقد انجرعا تذبذ بالتساقطات المطارية في ارتفاع ملفت لأسعار الأعلاف باختلافها المساحة المبرمجة للأعلاف للموسم الفلاحي 2014-2015 على مستوى الإسمائلة تقدر بـ 20.500 هكتار بجميع أنواعه بما فيها 13.000 هكتار أعلاف طبيعية وـ 7.500 هكتار كأعلاف إصطناعية وبين المساحات المزروعة والبرامج الموضوعة والتحديات المرفوعة يواجه الموال والمواطن أسعارا غير مدروسة تعرف محلات الرئيس لولاية تمنرس منذ استلام المستفدين لها جملة من العوائق حالت دون انطلاق نشطتها أخر فصل في هذه المعاناة هو تحول المحلات لمفرغة عشوائية مما أدى بي المستفدين منها طلبوا أو طلبوا الحد من هذه أو إيجاد حل هذه الظاهرة عبدالزاق حجي المحلات تدعيم الشباب اللي اسموها العهدة الثانية هذه والعهدة الأولى أنت أبو تفليقة ركتشوف اليوم الحالة أنت حم كيف أشريد دائرة ما استفادش منهم الشباب ما استفاد منهم حتى واحد رغم هنا اللاف مع الأوساخ وتراكم الزوبيا حشاك والفضلات وورها من المسؤولين وورها من الناس اللي قايمين على هذه المحلات وورها من المنتخبين وورها من الناس اللي هنا يمثلوا الولاية أمر غير مقبول وإحنا مدابينا السلطات تلتفت لهم تتهيئهم تتكسمهم مع الناس اللي راح يخدمون مدابينا يعونونا في الأوساخات بتعني نقوهم وخطر جوا الشباب هناك عونوا وساهموا في إجراءات زعمال النقاوة وبعد بيش طلبوا منهم في البالدية بيش أعطيهم يلا قلعتهم بعد بيش خلموا فيهم نحن نطلبوا منهم زعمال ينقون هذه النظفة هذه زعمال الحي والي نضيف ترجمة نانسي قنقر